إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حوار مع باحث حوار مع باحث رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار صناع عمان يوفر ورشة عمل متاحة للجميع كانت ذكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة فكيلاك السكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التنمية المبتكار حوار مع باحث نبني بخطا ثابتة منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة منسجمة مع التوجهات العالمية ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار حوار مع باحث الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي المتابع والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري الإخراج حمد بن عامر الوردي حوار مع باحث حوار مع باحث موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي علمي متجدد من برنامج حوار مع باحث كما جرت العادة نقدم لكم مادة علمية بحثية في مجالات المعرفة الواسعة وفي حلقة هذا الأسبوع نقترب من جانب تاريخي وتحديدا حول النشاط التجاري في مدينة صور خلال النصف الأول من القرن العشرين فمنذ فترة تاريخية مبكرة جدا ارتبطت مدينة صور بالملاحة البحرية ارتباطا وثيقا فما سبب هذا الارتباط وما نتائج هذا الارتباط وعلاقات عمان مع مختلف دول العالم عبر مدينة صور في موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث اهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام وباسمكم جميعا ارحب بالدكتور سليمان بن عمير المحذوري وهو باحث في التاريخ العماني مؤلف الدراسة البحثية النشاط التجاري في مدينة صور خلال النصف الأول من القرن العشرين الميلادي اهلا ومرحبا بكم دكتور سليمان معنا في برنامج حوار مع باحث اهلا وسهلا مستدر راشد السعدي وانا سعيد وجودي معكم في هذا البرنامج حوار مع باحث اهلا ومرحبا بكم دكتور ما الفكرة العام التي تدور حولها هذه الدراسة البحثية اه طبعا هذه هي الدراسة البحثية هي اساسا يعني قدمت ضمن لدوة جنوب الشرقية في ذاكرة التاريخ العماني اه التي قيمت خلال مايو من هذا العام وطبعا هذا كان بتنظيم من هيئة الوفاية والمحفظات الوطنية بالتعاون مع محافظة جنوب الشرقية فهذه الدراسة هي يعني هدفت الى يعني تتبع النشاط التجاري في مدينة سور خلال النصف الاول من القرن العشرين وايضا يعني مدى تأثره بالغروف السياسية والاقتصادية العالمية في تلك الفترة وايضا يعني استعراض اهم السلع الصادرات والواردات وكذلك ايضا معرفة اهم الطرق التقارية التي يعني اتبعتها السفن السورية في رحلاتها الطويلة الى قانب التعرف على انواع السفن المستخدمة في تلك الفترة وطبعا كان هذا يعني من خلال الاجابة على يعني اسئلة عديدة بحثية من بينها مثلا يعني كيف كان النشاط التجاري في مدينة سور خلال السفن الاول من القرن العشرين وايضا هل تأثرت التجارة البحرية في سور بغروف السياسية والاقتصادية في تلك الفترة طرق التي ايضا سلكتها السفن السورية في مياه المحيطة الهندي وما اهم السفن التجارية في سور وكذلك يعني ما الاسواق التجارية التي ايضا ارتبطت بها مدينة سور ثم ايضا هناك يعني نقطة مهمة وهي اهم السلع المصدرة والمستوردة في تلك الفترة نعم اذا يعني نتيجة الموقع الجغرافي لمدينة سور في اطلالتها على بحر عمان المتصل ببحر العرب جنوبا والخليج العربي شمالا وشرقا المحيط الهندي على اتصاعه هذا الامر جعلها مركزا استيطانيا قديما لشعوب متعددة خلال حقب زمنية متعاقبة كما هو معلوم الآن ما الاسئلة التي تجيب عليها هذه الدراسة البحثية طبعا هنا السيد راشد يعني انا اشرت في مقدمة ايضا الى الاسئلة نعم التي يعني تهدف اليها الورقة منها يعني ايضا كيف كان النشاط التجاري في مدينة سور خلال المصدر الاول من القرن العشرين وهل تأثرت التجارة البحرية في سور بظروف السياسية واقتصادي في تلك الفترة ايضا مطروق التي سلكتها السكن السورية في مياه المفيد الهندي نعم وما اهم السكن التجارية في سور وما الاسواق التجارية التي ايضا اتبطت بها المدينة الى جانب ما اهم السلع المصدرة والمستوردة في تلك الفترة نعم طيب عودة الى تتبع النشاط التجاري في مدينة سور خلال النصف الاول من القرن العشرين فكيف من الممكن الحديث عن مجالات النشاط التجاري طبيعته قوته في سور خلال النصف الاول من القرن العشرين نعم لكن طبعا بداية قبل ان نأخذ هذا الجانب هناك حقيقة هي اساس عوامل مهمة ساعدت سور على ان تكون بهذا النشاط في فترات قديمة وامتدت حتى القرن التاسع عشر وقرن العشرين كذلك مثلا موقعها يعني هو حقيقة اسهم في الاتصال المبكر والمستمر في المراكز التجارية والحضارية الى جانب ايضا وقود خلجان صخرية في سور يعني ادى الى وقود حقيقة مناطق طبيعية لحماية شفن من حركة الامواج والضواهر البحرية مثل يعني خور الحجر في راس الحد وخور جراما وايضا خور البط لا نسى موضوع حركة هبوب الرياح الموسمية في المحيط الهندي الى جانب ايضا توفر الايد الماهرة في صناعة السفن وطبعا يعني الجميع يعرف ايضا الخبرة الملاحية لأهالي صور وهو معلوم يعني انه اساسا صور كان لها يعني نشاط ملحوظ في موضوع صناعة السفن وكانت حتى هناك يعني اسر صورية تخصصت في هذا الجانب حتى انها يعني في القرن التاسع عشر والنصف الاول وقرن العشرين يعني عرفت صور بانها يعني من انشط مراكز بناء السفن في الجزيرة العربية لذلك يعني صور حقيقة اشتهرت بصناعة سفن تجارية كبيرة سواء كانت عابرة للبحار والمحيطات اللي كانت تستخدم في المسافات الطويلة الى شرق افريقيا والى الهن تحديدا في الغنجة البغلة والبتيل والبوم وايضا هناك كانت فيه سفن اخرى كانت تستخدم فيه النقل الساحلي سواء كان ما بين الموانئ العمانية او حتى القريبة من الساحل مثل سفينة الشوعي وايضا القالبوت لكن طبعا في النصف الثاني من القرن العشرين الصناعة هذه حقيقة يعني شهدت تراجع بسبب ارتفاع وجود العمال وايضا يعني اعتماد الملاحة البحرية ايضا على السفن البخارية التي يعني ظهرت في تلك الفترة الحاصل انه يعني صور كان لها نشاط كبير ومعروف تجاريا بحريا امتد الى الموانئ الشرق افريقيا من الصومال وصلت حتى موزنبيق اضافة الى المستعمرات الفرنسية مثل بوربون جزيرة موريشوس وغيرها من هذه المناطق ايضا كان هناك رحلات الى البصرة معروفة بموسم البصرة رحلات اذا الهند حتى كان في الموسم ربما يمكن اربع رحلات بسبب حركة الرياح الموسمية المستمرة الى شمال الخليق العربي وصول ايضا الى الكويت الى جانب الهند وايضا ايكراتشي كل هذا يعني جعل من مدينة صور منطقة مهمة لتجارة الترانزيت تحديدا يعني كان هناك فيه سلع محلية اساسا من عمانس كان المعروف سمك المقفف او الليمون المقفف والتمور وطبعا هناك كان فيه سلع اخرى ايضا تشتورد من مناطق اخرى سواء كان من افريقيا مثل ما ذكرنا او الهند او حتى من البصرة وكانت السفن الصورية تقوم بمسألة يعادة تصدير هذه السلع الى اماكن الطلب عليها نعم اذا ما عرفنا انه يتوقع من هذه الدراسة البحثية ان تخرج بنتائج مهمة من بينها وصف اهم الطرق التي سلكتها السفن الصورية فما اهم الطرق التي سلكتها السفن الصورية تجاريا حقيقة طبعا من خلال الرخلات طبعا احنا عرف ان السفن كان فيه اساسا سفن شراعية وبالتالي كان هناك فيه محطات رئيسية معروفة وكانت معروفة باسم البنادر على اساس انه التمويل او ايضا البتاقرة سواء كانت على ساحل بحر عمان او بحر العرب ايضا الساحل الشرقي والغربي من الخليج العربي كان هناك محطات ساحل يمني ساحل الهندي الهند الغربي وساحل ايضا شرق افريقيا كل هذه كانت يعني محطات رئيسية للسفن الصورية فبالتالي كانت السفن تخرج من صور مثلا بداية اغسطس ثم يعني الموسم الاولي يكون موسم البصرة فتكون بمحاذاة الساحل تصل الى الخليج العربي وايضا بعضها احيانا تصل الى شمالا الى ايران حتى تصل الى الكويت هناك طريق اخر ايضا الى اليمن تحديدا يمر الى عدن والبكلة وهذه الموانئ ثم ايضا يدخل في داخل البحر الاحمر الى موانئ جدة والحديدة وغيرها من الموانئ طريق اخر كان ينطلق من اليمن الى صاحل الصومان سبعا كان موانئ كسمايو ثم جنوبا الى لامو ويصل الى زنجبار مثل ما ذكرنا ايضا يصل حتى موزنبيق وايضا طبعا عن طريق اخر كان يحاذي باكستان حاليا ثم يذهب الى الهند والموانئ الهندية الى هناك نعم ماذا عن الموانئ التي تاجرت معها مدينة صور خلال تلك الفترة وكيف وثقت هذه العلاقة مع هذه الموانئ طبعا من خلال الرحلات المستمرة والمتواصلة كانت للسفن الصورية علاقات متميزة تجارية وايضا حضارية مع موانئ كثيرة سواء كان هنا يعني موانئ في عمان مثلا محقط ومطرف وصحار وايضا حتى موانئ السويق وموانئ جنوبا حاسك ومرباط وغيرها بالاضافة الى موانئ في اليمن مثل العدن المكلة الحديدة ايضا على البحر الاحمر ميناء قدة على ساحل شرق افريقيا ميناء كشمايو مثلا في الشمال حاطون ايضا ثم لامو في منباسة كذلك زنجيبار وايضا في موزنبي كل هذه الملاطق الموانئ ايضا لها كانت علاقات جيدة مع الثيارية مع الصفن الصورية بالاضافة طبعا الى المستعمرات الفرنسية اللي هي بوربون موريشيوس ومدغشقر وحتى ايضا جزر القمر ايضا كانت هناك محطات مهمة لهذه السفون فضلا عن الموانئ الاخرى في الخليج في دبي الكويت قطر البحرين وايضا في موانئ اخرى في ايران ثم الميناء الرئيسي في البصرة في العراق وموانئ اخرى مثل ماليبار وكلكبتة في الهند نعم طيب دكتور سليمان هل ابانت الدراسة اهم السلع الصادرات والواردات التي تتبعتها هذه الدراسة البحثية عبر حركة الصادرات والواردات حسب البيانات المتوفرة نعم طبعا بالنسبة للصادرات كانت هناك وجهات يعني مثلا الاخشاب الكندل او المينغروف المعروفة كانت تصدر الى البصرة هناك ايضا اخشاء الطهي الموجودة في عمان كان السمر والغاف ايضا تصدر كان الى الهند السمك المجفف البسور تمور الخنول ايضا الى شرق طريقي كانت السفن تصدر هناك السمك المجفف الملح ايضا الاقمشة هناك ايضا التمور الى اليمن وايضا زيت الاسماك بالاضافة الى الواردات التي كانت ترد مثلا من العراق طبعا تمور بانواعها العسل من ايران كان هناك غاز الكيروسين والزبيب والجوز واللوز وايضا من الهند كان الارز طبعا كسل عريسية بالاضافة الى الاقمشة السكر والشاي والملابس وايضا هناك كان القرميد الاحمر الذي كان سفن سورية تصدر هذه السلعة مباشرة من الهند الى شرق افريقيا لاماكن الطلب عليها هناك ايضا كانت هناك واردات من اليمن مثل البن والورس من شرق افريقيا كان خشب المانجرو ايضا البن والقرنف المعروف ومن الصومال ايضا كانت هناك المواشي فطبعا هذه كلها كانت سلع سواء كانت سلع محلية كانت السفن الصورية تنقلها من عمان الى هذه الموانع التي كانت تتاجر اليها او ايضا هناك بعض الواردات من تلك الدول او تلك الموانع او الوجهات وكانت تقوم السفن الصورية بعملية نقلها كتجارة للترانزيت او اعادة التصدير مرة اخرى انا اشكرك على هذه الدقائق التاريخية المهمة في برنامج حوار مع باحث والتي تناولت من خلالها النشاط التجاري في مدينة الصور خلال النصف الاول من القرن العشرين الباحث في التاريخ العماني الدكتور سليمان بن عمير المحذوري شكرا جزيلا لك شكرا لكم والشكر موصول لكم جميع المستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الاسبوع من برنامج حوار مع باحث عبر هذه الدراسة البحثية التي هدفت الى تتبع النشاط التجاري في مدينة صور خلال النصف الاول من القرن العشرين ومدى تأثره بالظروف السياسية والاقتصادية والعالمية كما أبانت أهم السلع الصادرات والواردات والطرق التجارية التي اتبعتها السفن في رحلاتها الطويلة في الأسبوع القادم لقاء بحثي آخر مع برنامجكم الأسبوعي حوار مع باحث إلى اللقاء حوار مع باحث حوار مع باحث الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي الإخراج حمد بن عامر الوردي حوار مع باحث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة